موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث الذي تعودتم فيها أن نحلل ونناقش ونتوقع أيضا بعض السيناريوهات التي ممكن أن تحدث في الأفق المنظور دعوني في البداية أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من قطاع غزاء الأستاذ مخيمر عبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهار تحياتي أستاذ مخيمر أهلا وسهلا بك أستاذ مخيمر كما تعلم بطبيعة البرنامج نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف المحلية والعربية والإسرائيلية من عنوين كما أيضا الأجنبية ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش لانتابع نبدأ جولتنا من صحيفة القدس المحلية الحكومة تقر إجراءات فورية للتخفيف من صعوبة الأوضاع المعيشية وعشرة ملايين دولار دعما لموازنة السلطة وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع الهند أما صحيفة الأيام فعنونة إسرائيل تعتقل فلسطينيين بشبهة حيازة وسائل قتالية وأسلحة في القدس وفي عنوان آخر مصر تنفي فتح مكتب لحماس وهنية يزور القاهرة غدا ومن الحياة الجديدة نقرأ إسرائيل تقرر تحويل 250 مليون شيكل من عائدات الضرائب إلى السلطة قالت عن واشنطن نحاول إقناع الرئيس عباس بعدم طلب وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة وإلى أهم الصحف الصادرة في الدول العربية ومن الدستوري نبدأ الأنروا تدعو لتفادي حدوث كارثة في غزة أما صحيفة الغد فنقلت عن السيد الرئيس ملتزمون بحل الدولتين إلى جريدة النهار اللبنانية التي نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو رافضوا تحديد خطوط حمر لإيران ولا يحق لهم معنويا مطالبة إسرائيل بالتريث إلى جريدة الأهرام المصرية التي كتبت إحالة شفيق وعلاء وجمال مبارك للجنايات نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومن الشرق الأوسط نقرأ إسرائيل تخشى من انهيار السلطة الفلسطينية وسقوط السلام مع الأردن أما الحياة اللندنية فكتبت إسرائيل تبحث شراء جزيرة في اليونان للتدريبات العسكرية ننتقل إلى الصحف الإسرائيلية ومع يدعوت أحرنوت عدد سكان إسرائيل حوالي 8 مليون نسمة إلى صحيفة معرف سلام فياض يخضع للاحتجاجات الاجتماعية في الضفة الغربية صحيفة أريتس عنونت استطلاع للرأي في الولايات المتحدة يبين أغلبية ساحقة تعرض تدخل واشنطن في حال شنت إسرائيل حرباً على إيران تم أهم عنوين الصحف الأجنبية ومن واشنطن بوست رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصدى للبيت الأبيض بشأن البرنامج النووي الإيراني أما نيويورك تايمز الزيادات في الضرائب ملغا في انتقال لتهدئة الاحتجاجات في الضفة الغربية صحيفة الغارديان البريطانية كتبت البيت الأبيض ينفي أن أوباما صد نيتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة وأخيراً مع صحيفة أكشام 17 من القنابل أسقطتها إسرائيل عام 2007 على محطات الطاقة النووية في سوريا أهلاً بكم مشاهدين الكرام وعودة إلى الأسادة مخيمر عبو سعدة إلى قطاع غزل لنبدأ حلقة النقاش أساد مخيمر بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي عصفت بالضفة الغربية على ارتفاع الأسعار والضرائب وإلى آخره وما تابع ورافق ذلك من أحداث كان الاحتجاج وماذا المشروع ولكن التصرفات الغريبة والتي قيل بأنها مندسة وبأنها غير شريفة تجاه أحداث الضفة كانت بالإشارة إلى البعض من الأطراف بشكل مباشر إسرائيل بشكل آخر تواقو عودة الفلتان الأمني إلى الأراضي الفلسطينية من ناحية أخرى كان اللافت أن حركة حماس قد تحركت وتحركت بثقل كبير في المحافظات الشمالية أريد قبل أن ندخل في هذه التفاصيل التي سنتحدث في ربما أدلة وبراهين موجودة على مواقع الأنباء والأخبار في الفضاء الإلكتروني ولكن أيضا مسألة ماذا تريد حماس هل تريد الانقضاد على السلطة كما فعلت في قطاع غزة هل تريد إمارة في قطاع غزة وهذا ما تسعى إليه من خلال مثلا زيارة إسماعيل هنية إلى مصر غدا والحديث عن أن مصر ستفتح مكتب لحركة حماس في القاهرة أيضا الحديث عن فتح منطقة حرة وهذا ما طالبت بها حركة حماس مرسي رئيس المصري بين غزة وبين جمهورية مصر العربية أو عن تأهيل كادر دبلوماسي سمعنا هذه التفاصيل من أنها تحضر في قطاع غزة ربما تمهيدا لإعلان دولة في قطاع غزة وهذا قد يقول البعض أنه ضرب من الخيال ولكنه أيضا حلم تريده إسرائيل وربما يتساوق مع ذلك أطماع لأطراف أخرى بداية تجاه هذه التساؤلات هل توجد صورة واضحة بوجهة نظرك شوفي أنا بتقديري الأحداث التي حدثت في الضفة الغربية في الأسبوع الأخير يعني هي بدأت كاحتجاج طبيعي على غلاء الأسعار وخاصة أسعار المحروقات التي ارتفعت في إسرائيل بحوالي 8% وتضرر جراء ارتفاع هذه الأسعار قطاع النقل بالدرجة الأساسية وسائقية سيارات الأجرة ولذلك الأحداث كانت احتجاجات عفوية لم تكن احتجاجات منظمة أو احتجاجات لها غرض سياسي من طرف هنا أو هناك بقدر ما كانت هي رد طبيعي على ارتفاع الأسعار وكذلك على تأخر الرواتب الذي يحدث على مدار الثلاثة أشهر الماضية بحيث لا يوجد هناك رواتب في موعدها وعادة تتأخر النصف الآخر من الرواتب إلى نهاية الشهر طيب أستاذ مخيمري هذا واضح هذا واضح والكل مع هذا الكلام بمعنى الاحتجاج على هذا الواقع بطريقة سلمية بطريقة حضارية أنا أتحدث عما حدث من موجة خرجت عن إطار السلمية وخرجت عن إطار فقط الاحتجاج على غلاء الأسعار أتحدث هنا عن دور لحركة حماس لم يكن خافيا لمسنا في تصريحات بعض القيادات في حركة حماس من قطاع غزة عقب مثلا مؤتمر السيد الرئيس في مقر الرئاسة من رمالة وأيضا اليوم عندك محمد نزال القيادة في حركة حماس قال للرسالة نت أنه لا يوجد توجه لاستئناف المصالحة أنا ما أريد أن أقوله باختصار أنه من مشاكل الفلسطينيين الاحتلال وأن إنهاءه هو يحل الأزمة ومن مشاكل الفلسطينيين أيضا الانقسام وإنهاءه يساعد في مواجهة الأزمة ويساعد أيضا في تسيير أمور الشعب الفلسطيني سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مسألة الانقسام هنا نتحدث فيها عن حماس بواضح الصورة نريد أن نفهم حركة حماس ماذا تريد؟ هل الحديث عن أنه ما في استئناف للمصالحة ورفضها للانتخابات وتوجهها باتجاه مصر وهذه التحركات التي تقوم بها باتجاه تأبيد سلطتها في قطاع غزة إلى أين سيقود؟ وإن كانت هذه هي المطامح والأحلام لدى تلك الحركة إلى أين ستصل بالشعب الفلسطيني؟ الآن بالإضافة إلى ما ذكرت حول الأحداث بالتأكيد أن هناك أطراف بدأت تحاول أن تستغل هذه الأحداث لمصالحها الخاصة من المؤكد بأن حركة حماس هي مستفيدة من الأحداث التي حدثت في مدن ومناطق الضفة الغربية وحاولت حماس أن تستغل هذه الأوضاع والاحتجاجات لمصلحتها لأن تقول بأن هناك فشل سياسي وهناك فشل اقتصادي على مستوى الضفة الغربية وحاولت أن تقول بأن قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من خمس سنوات لا يعاني ظروفاً اقتصادية مثل تلك الظروف التي تعاني منها الضفة الغربية وإن كان هناك أطراف من داخل حماس حاولت أن تؤجج الأحداث وتستغل ذلك بشكل مباشر أعتقد أن هذا مزيد بحاجة إلى مزيد من البحث فيما يتعلق بملف المصالحة أنا بصراحة لدي موقف من هذا الموضوع أن هذا الملف وصل إلى طريق مسدود ليس الآن وصل إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة وأستطيع أن أؤكد على أن توقيع اتفاق الدوحة في السادس من شهر فبراير من هذا العام قبل حوالي أكثر من ستة أشهر أو سبعة أشهر وحصول الخلافات الداخلية داخل حماس بعد توقيع اتفاق الدوحة بين قيادة حماس في غزة وقيادة حماس في الخارج كان واضح بأن هناك لا يوجد مصلحة في إنهاء الانقسام لا يوجد هناك أولوية لإنهاء الانقسام والأقل حركة حماس تضرعت في ذلك الوقت بأنها منشغلة بانتخاباتها الداخلية وتم تأجيل ملف المصالحة إلى ما بعد إنهاء الانتخابات الداخلية لدى الحركة بس من الواضح الآن أنه بعد نجاح حركة الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية وفي الانتخابات الرئاسية في مصر بدأت تدرك حركة حماس أنها ليست بحاجة إلى المصالحة وليست معنية بالمصالحة إن لم تكن على شروطها وعلى مقاسها طب شهو مقاسها؟ شهو مقاسها؟ نعم هذا السؤال المركزي ما هو مقاس حركة حماس تجاه الانتخابات؟ وما هي الأجندة التي تريدها؟ يعني فهمنا من كلام كثير من المحللين تجاه هذه المسألة أنه ما حدا يطب في سيطرتها على قطاع غزة ومبدأ الشراكة فقط ينطبق على الضفة الغربية طب هذا يصير؟ يعني صحيح أنه على الرغم من أن اتفاق الدوحة هو اتفاق واضح يتحدث عن نقطتين أساسيتين تشكيل حكومة التوافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس كرئيس وزراء لهذه الحكومة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر والبدء بالتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني في غضون ستة أشهر وإن لم يتم عقد هذه الانتخابات خلال الستة أشهر يتم تكليف رئيس وزراء آخر لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني ولكن عندما وقع اتفاق الدوحة كما قلت المنطقة وخاصة مصر لم تتبلور نتائج الانتخابات فيها بشكل واضح ولذلك بتقديري حركة حماس تقول الآن بأن الأيام الصعبة أيام الحصار والعزلة وأيام الأوضاع الاقتصادية الصعبة لم تعد موجودة بل حركة حماس الآن تطالب مصر بتحويل معبر رفح إلى معبرا تجاريا وفتح منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة ومصر وبالتالي بدأت أولويات حماس تتجه باتجاه مصر وعقد شراكة تجارية وسياسية مع مصر ولا يبدو أن ملف المصالحة هو من أولويات حماس ولكن دعيني أكمل في هذه النقطة وأقول بأن حركة حماس تقول بأن حركة فتح والرئيس عباس هو من يقف عائقا في ملف المصالحة استمرار ملف الاعتقال السياسي وعدم قيام الرئيس بتشكيل حكومة التوافق الوطني تقول حماس بأنه السبب في تعطل ملف المصالحة وعدم التقدم يعني حماس تقول بأن المشكلة تقنون عند الرئيس عباس وليس لدى حركة حماس صحيح كل طرف يعني أنا لا نريد أن نساوي أيضا بين الأطراف ولكن يبدو واضحا من عود أيضا إلى الاتفاق الدوحة وإلى الجولمة بعدها في القاهرة والحديث عن تشكيل الحكومة قال السيد الرئيس أنا ذاك وكان التوافق موجود مع خالد مشعر رئيس المكتب السياسي بأنه ابدأوا بتوفير أجواء تحديث السجل الانتخابي أو عمل اللجنة المركزية للانتخابات في قطاع غزة حتى تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة وكنا نسمع كثيرا بأن مشاورات تشكيل الحكومة ستبدأ الأسبوع القادم أو ستبدأ خلال فترة وجيزة بذلك التوقيت ولكن حركة حماس استبقت تلك المشاورات بأن لم تسمح بتحديث السجل الانتخابي أو عمل اللجنة المركزية للانتخابات في قطاع غزة وبالتالي مسألة من يعرقل ولمن يعرقل فلتثبت هل تعتقد بأنه إذا كانت الشعارات التي ترفعها حركة حماس باتجاه المصالحة وهذا لمسناه كثيرا في مسألة أيضا دعوة نائب الرئيس الإيراني كما تدعي حركة حماس عبر الهاتف لإسماعيل هنية لحضور قمة دول عدم الانحياس في طهران بأنه لم يذهب حفاظا على المصالحة ووحدة التمثيل على رايو هل يستطيع أو هل نستطيع أن نصدق هذا الكلام إن لم تكن حركة حماس تقدم ما هو يظهر هذه النوايا بأفعال تجاه إنهاء ملف الانقسام شوفي يعني إحنا للأسف عدنا إلى مرحلة ما يسمى بالتحريض الإعلامي ومرحلة الاتهامات المتبادلة منذ حوالي ثلاثة أشهر ونحن نعيش في دوامة اتهامات متبادلة بين فتح وحماس وكل طرف يحاول أن يحمل الطرف الآخر مسؤولية عرقلة ملف المصالحة وعدم التقدم الآن المسألة باتت واضحة نحن بحاجة إلى العودة إلى تحديث السجل الانتخابي بأسرع وقت ممكن وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال عودة لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والعمل بدءاً وفوراً بتحديث السجل الانتخابي وكذلك البدء بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ولكن للأسف من الواضح بأن هناك أجندات خاصة من الواضح أن هناك مصالح خاصة هي تقف عائقاً وهي تعرقل ملف المصالحة الفلسطينية الآن أنا لا أريد أن أدخل في قضية أنه من يتحمل المسؤولية الأولى هل حماس تتحمل المسؤولية؟ لا وشوف بالنسبة للشارع الفلسطيني وأستاذ مخيمات أنا لا أريد أن أكون جزءاً من قضية التحريض والاتهامات المتبادلة ولكن القضية باتت واضحة وضوح الشمس الآن بأن المخرج هو الانتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من المأزق الحالي ومن ينجح في تلك الانتخابات سواء كانت فتح أو حماس أو طيار جديد على الساحة الفلسطينية فليتحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني طيب محمد نزال على هذا الصعيد قال أنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انتقد أنه رهن استئناف لقاءات المصالحة بعودة عمل لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة قال محمد نزال القيادة في حماس بأن مرسي بادرة لجمع سيد الرئيس ومشعل في القاهرة إلا أن الأول رفض ورهن ذلك بشرط الانتخابات مجددا جاهزية حماس لأي حوار غير مشروط ألا تعتقد بعيدا عما تقول بأنه تراشق إعلامي وما إلى آخر أعتقد أنه قبول الشارع الفلسطيني لعودة لقاءات وتصوير صور أمام عدسات الكاميرا لم تعد مقبولة الآن بعد خمس سنوات من هذا وأعتقد بأنه الرئيس استشعر هذا الولي ذلك قال وربما فهم بطريقة سلبية من حركة حماس بأنه ما بده مصالحة لا إحنا بدنا مصالحة ولكن قرفنا جلسات حوار الحديث عن الانتخابات كما تفضل ما يقول محمد نزال بأنه جدد قال كيف ننخوض الانتخابات ونحن قادرين نعبر عن رأينا في الضفة الغربية وأنه في اعتقالات سياسية كل الشعب الفلسطيني يرفض الاعتقال السياسي في السلطة الفلسطينية هناك من يقول وبتأكيد المتحدث بلسان الأجهزة الأمنية بأن هذه الاعتقالات تتم بناء على شبهات جنائية وتبيض أموال وأسلحة وإلى آخره هو يقول محمد نزال بأنه ما في عنا معتقلين سياسيين من أنصاره كوادر حركة فتح بالقطاع يلافتا إلى أن الحكومة بغزة اعتقلت بعض الأمنيين المتورطين في أعمال ضد جهات فلسطينية طب يعني مش إحنا من حقنا كمان أن نعرف على أي أساس أنت تصنف الأمني من غير الأمني مسألة أخرى الحكم بالإعدام أيضا في قطاع غزة الذي أصبح واقعا يلمسه المواطن الغزي بين فترة وأخرى اليوم كان فيه خبر أيضا على وسائل الإعلام بأنه حكمت محكمة عسكرية تابعة لحكومة المقالة أي حماس بالإعدام على مواطن فلسطيني وزوجته بعشر سنوات أخرى هذه المفارقات وهذا الحديد الشعب الفلسطيني يريد أن يعرف الحقيقة تجاه مقاصد ونوايا حركة حماس شوفي يعني ما سألت الاعتقال السياسي وفي بعض الأحيان سواء قالت السلطة بأن الاعتقالات التي تجري في الضف الغربي هي اعتقالات لأسباب أمنية لأسباب لها علاقة بطبيض الأموال أو جمع السلاح أو إنكار حركة حماس لوجود معتقلين سياسيين في قطاع غزة وأن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية ما يسمى بالتخابر مع الاحتلال أو التخابر مع الأجهزة الأمنية في رام الله هذه كلها مسألة لا يحق لا لحماس ولا للأجهزة الأمنية أن تفتي برأيها هناك منظمات حقوق إنسان فلسطينية في الضف الغربي وقطاع غزة وهذه المنظمات قالت بشكل واضح وصريح بأن هناك اعتقال سياسي في الضف الغربي وهناك اعتقال سياسي في قطاع غزة والآن سواء كان عدد المعتقلين بالمئات أو أكثر أو أقل المسألة أن هناك اعتقال سياسي وعلى طرفي الصراع فاتح وحماس أن ينهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن حتى يمكن أن يكون هناك عملية عملية مصالحة جدية البدء بإجراءات المصالحة وإجراءات بناء الثقة بين الطرفين ولكن للأسف كلما يتقدم ملف المصالحة إلى الأمام نعود إلى الوراء بعض الخطوات بسبب ملف الاعتقال السياسي والاعتقالات التي تجري في الضف الغربي وقطاع غزة المفتاح في يد من الآن وبعد أن وصلنا يعني أنت عدت لتقول بأنه يجب إجراء الخطوات التي تفق عليها في ملف المصالحة المفتاح بيد من الآن أنا أعتقد بأنه إذا ترك الموضوع لفتح وحماس لأن يقرروا في مسألة المصالحة أنا أعتقد بأنه الملف وصل إلى طريق مزدود ولن تستطيع لا حركة فتح ولا حماس الإقلاع من الوضع الحالي الذي نحن بصدده هذا يتطلب تدخل مصري مصر هي راعية الحوار الوطني الفلسطيني مصر هي راعية المصالحة الفلسطينية مطلوب تدخل مصري بشكل فوري وعاجل مطلوب تدخل من الجامعة العربية ولكن هذا كذلك يعني غير متوفر حاليا في ظل انشغال المجتمع الدولي وانشغال الجامعة العربية بالملف السوري والأزمة السورية لا يبدو أن الملف الفلسطيني هو على أولويات الجامعة العربية أو على أولويات الدول الفاعلة في المنطقة العربية ولذلك يعني الأزمات المتلاحقة في المنطقة جعلت من الملف الفلسطيني ملفا هامشيا ولا يبدو بصراحة حتى أكون أكثر دقة لا يبدو أن هناك اهتمام عربي بملف المصالحة أو اهتمام إقليمي بإنجاز هذا الملف بعتقد كما قلت أن هناك قضايا أكثر سخونة قضايا أكثر أهمية من الملف الفلسطيني ولذلك لا نتوقع بأن يكون هناك تدخل مصري أو تدخل عربي لإنجاز هذا الملف وبعتقد أنه يعني علينا الانتظار إلى ما يعني على الأقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكي يعني لكي يحدث هناك أي تقدم إما في ملف التسوية مع إسرائيل أو في ملف المصالحة مع حركة بين حماس وفتح طيب أنا في هذه الجزئية سأتركها للأيام أو لرأيك ولكن أيضا مسألة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية أريد منك أستاذ خيمر بعد إذنك أن تصف لنا الحال الآن في قطاع غزة بعد الحديث من أن حكومة حماس أو سلطة حماس في قطاع غزة تجري تعديلات في هيئاتها وفي وزاراتها بحسب الأخبار هل تعتقد بأن حركة حماس تخشى من أن تنتقل شرارة الاحتجاجات بشكلها الذي دار في الضفة الغربية إلى قطاع غزة رغم الحديث حوله أن الشرارة الأولى خرجت من قطاع غزة يعني أبو الندر الذي حرق نفسه البالي من العمر 18 سنة أو الذي حرق نفسه في رفح كما تداولت الأنباء أيضا هل تعتقد بأن حماس الآن بين نار الداخل والخارج ما بين ما ترفعه من شعارات بأن غزة محاصرة وأن الوضع الاقتصادي فيها سيء وبحاجة للأموال والمساعدات التي تأتيها من عبر نوافدها أو بين أن تظهر للمواطن الفلسطيني أنك تعيش في رخاء على عكس ما هو الحال في الضفة الغربية وهو ما تحاول أن تظهره بعض القيادات في حركة حماس حتى تحتوي غضب غزي تجاه سورة الوضع وطريقة الحياة في قطاع غزة ما رأيك أنا بتقديري بأن الواقع الاقتصادي والمعيشي لسكان قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من مليون وستمائة ألف نسمة هو أسوأ بكثير من الواقع الاقتصادي لسكان الضفة الغربية لو اطلعنا على مؤشرات الفقر والبطالة سنجد بأن نسب الفقر ونسب البطالة في قطاع غزة هي أعلى بكثير من معدلاتها في الضفة الغربية ودعني أشير هنا إلى تقرير الأمم المتحدة الذي صدر قبل حوالي أسبوعين وتنبأ بمستقبل مظلم جدا لقطاع غزة وقال بأن سكان قطاع غزة في عام 2020 سيصلوا إلى أكثر من 2 مليون نسمة وستكون نسب الفقر والبطالة أكثر بكثير مما هي الآن وسيكون هناك مشاكل بيئية ومشاكل لها علاقة بعدم وجود مياه صالحة للشرب بسبب ازدياد نسبة الملوحة في المياه الجوفية لقطاع غزة ولذلك الأوضاع صحيح أن غزة لا تشهد احتجاجات وتظاهرات كما تشهدها مدن الضفة الغربية ولكن كما قلت الواقع المعيش والاقتصادي هو أسوأ بكثير من هناك ولكن أسعار المحروقات لم ترتفع في غزة على اعتبار أن غزة يعتمد بالدرجة الأساسية على المحروقات المهربة من مصر والتي أسعارها هي أقل بكثير من أسعار المحروقات في الضفة الغربية تقريبا لا تصل أسعارها إلى أكثر من 30% كما هي أسعارها في الضفة الغربية وصلها ولذلك هذا هو السبب عدم وجود احتجاجات ودعني أضيف فقط هذا هو السبب إذا جاهز التعبير فقط باعتقادك هذا هو السبب يمكن أن يكون أنه لازال حاجز الخوف لم يكسر في قطاع غزة وهذا هو السبب وراء عدم وجود احتجاجات علنية أو احتجاجات كبيرة في مدن قطاع غزة مثلما نشهده في الضفة الغربية طيب أستاذي فقط تعقيبك على أصوات بدأت تعلو في الضفة الغربية من أنه طالما باب المصالحة مقفل وطالما حركة حماس تذهب باتجاه تأبيد حكمها في قطاع غزة هناك أصوات خرجت لتقول دعنا نوقف كحكومة الرغم الله دعم الكهرباء والوقود والمياه باتجاه قطاع غزة على العلم بأن الحديث لم يتطرق إلى مثلا إحالة الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من قطاع غزة من الضفة الغربية أو من حكومة الدكتور سلام فياض أن هذا لن يتأثر ولن يتوقف ولن يتم إحالتهم للتقاعد المبكر ولكن يبدو الأمر وأنه عقاب لحركة حماسة التي تستفيد من هذه الأموال التي تضخها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بأن تجبل أموال من الغزيين عن الكهرباء وعن الماء ولا تصرفها أو تعيدها إلى السلطة الفلسطينية هل تعتقد بأنه إذا جرى مثل هكذا حال كيف سيكون ردة الفعل باعتقادك هو أولا حتى تكون الأمور واضحة السلطة الفلسطينية تقوم بخصم ما يقرب من 170 شكل من راتب كل موظف يتلقى راتبه من السلطة الوطنية من موظفي قطاع غزة وهذه الأموال تحول إلى فاتورة الكهرباء التي تصرف على قطاع غزة أما فيما يتعلق بمحطة توليد الكهرباء في غزة فهي تحصل على الوقود من الوقود الذي تبرعت به قطر هذا جديد يا أرشادي محمد على مدار الشهرين الماضيين هذا جديد مش قديم هذا جديد مسألة تبرع قطر صحيح وقدم إلى وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أو وزارة الشؤون الاجتماعية هذا سوف يخلق واقعا أسوأ بكثير مما نحن عليه الآن لأنه لازالت السلطة الفلسطينية تقوم بتوفير الأموال والمعدات اللازمة للصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وحركة حماس معفية من هذه الوزارات بشكل كبير ولذلك فيما لو أقدمت السلطة على مثل هذه الخطوة وأنا أستبعد ذلك في الوقت الحاضر لأن السلطة لا تريد أن تتهم بأنها الطرف المبادر إلى سلخ قطاع غزة عن الضف الغربية وأنها من يعزز الانقسام ومن يعزز الانفصال ولذلك أعتقد أن هذه خطوة يمكن أن تأتي في الطريق ولكن بتقديري لن تحدث الآن لأنه لا الرئيس عباس ولا حركة فتح تريد أن تتهم بأنها المسؤولة عن الانفصال الكلي بين غزة والضفة في الوقت الحاضر وهل تعتقد لهذا السبب حركة حماس مطمئنة على هذا الصعيد؟ حركة حماس هذا جزء من أنها مطمئنة ولكن حركة حماس في نهاية الأمر هي فيما لو تم قطع المساعدات عن هذه الوزارات التشغيلية وزارة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ستحاول حماس من خلال التبرعات أو من خلال الدول العربية أن تسد العجز في هذه الوزارات ولكن في حال وصل الأمر إلى قطع رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة وعددهم حوالي 70 ألف موظف هنا ستصبح الكارثة الكبرى لأن حماس ستعتبر نفسها غير مسؤولة عن هؤلاء الموظفين خاصة وأن الغالبين العظمى من هؤلاء الموظفين نعم حتى الآن لم يجري الحديث عن هذا الصعيد ولا نتمنى أن يصل إلى هذا الحد ولا نتمنى أصلا أن تضطر السلطة الفلسطينية إلى التعامل بهذه الطريقة أنا قلت أن هناك أصوات نعلت بهذا الاتجاه وتحديدا على ملفي الوقود والكهرباء والماء ولم يتم الحديث عن الصحة والتعليم على كل أنا للأسف دركني الوقت أستاذ مخيمر أبو سعداء أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي أميرة حنانية أيضا أعلمكم بأنه سيكون ضيفي في برنامج دائرة الحدث لساعة تلفزيونية كاملة معالي وزير المالية الدكتور نبيل قسيس حتى أراكم بالغد تحياتي وتحياتي طاقة مرة أخرى تفضلوا إلى الزاوية الكاريكاتيرية التي نختارها دائما لكم من الصحف المحلية والعربية دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر